موسيقى أهلاً وانسهلاً بكم مشاهدين الكرام في برنامج الناس تنتخب والبداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات أكد الإطار التنسيقي على إدامة الاستعدادات اللازمة لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد بيان للإطار التنسيقي شدد على أهمية الحفاظ على الاستحقاقات المقبلة لا سيما الاستحقاق الانتخابي ودعا إلى أن يكون التنافس على أساس البرامج الخدمية وتقديم رؤى واقعية لخدمة المحافظات لدورها رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة أكثر من 16 مليون ناخب في اقتراع مجالس المحافظات المقرر انطلاقه في الثامن عشر من كانون الأول المقبل المفوضية في بيان أوضحت أنه لا توجد محددات في القانون لنسب المشاركة مؤكدة أن الانتخابات لن تفقد شرعيتها مهما كانت النسبة هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات توزيع نحو أكثر من مليون بطاقة ناخب بايومترية على مراكز التسجيل التابعة إلى مكاتب المحافظات الانتخابية غير المنتظمة في إقليم المفوضية في بيان ذكرت أنها مستمرة بإرسال الرسائل النصية للناخبين لغرض تسلم البطاقة البيومترية فضلا عن تسيير الفرق الجوالة التي تصل إلى الناخبين أينما وجدوا بغية ضمان حقهم في المشاركة الانتخابية من جانبها أوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أن توزيع البطاقات البيومترية سيستمر لما قبل أيام قليلة من موعد التصويت الخاص لانتخابات المحافظات التي ستجري قبل يومين من الاقتراع العام أي في السادس عشر من الشهر المقبل هذا وتواصل مفوضية الانتخابات استكمال كافة استعباداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس تنتخب وأرحب بضيوفي داخل الستوديو وأبدأ الترحاب بالمرشح عن قائمة إبشر يا عراق السيد عبد النجم العامري أهلا وسلام عليكم وأرحب أيضا بالمرشح عن تحالف نارمي سيد حسن عيال ذياب أهلا وسهلا شكرا جزيلا عن الاستضافة أحييك وأحييك والمشاهدك لك أهلا بك وأرحب أيضا بالمرشح عن تحالف الأساس العراقية دكتور علي مجيد اللي هيبي أهلا بك وأهلا بضيوفي جميعا وبداية سؤال موحد لجميعكم ولحضراتكم عن طبيعة برنامجكم الانتخابي وأبدأ بك أستاذ النجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم المرشح عبد النجم الهيان العامري عن تحالف أبشر يا عراق رقم القائمة 143 تسلسل ثلين البرنامج الانتخابي الأطرحة إن شاء الله على حضراتكم برنامج فيه الكثير وأرجو من الله أن يحقق كل طموحات الشعب العراقي خاصة محافظة بغداد الحبيبة من ناحية الأطروحة الأولى من العمل والضمان الاجتماعي العمل والضمان الاجتماعي هي البادرة الأساسية للشباب الشباب العاطل على العمل الناس الخيرة اللي أكثرها ما عندها قوة يومي إحنا أبناء الشعب نصطدم يومياً بالشارع ونعرف كل الصغيرة والكبيرة عن شارعنا وما يحتاج من الخدمات من التعليم من الصحة من البيئة فإن شاء الله كلنا وبجهود الخيرة لا الناس الطيبة إن شاء الله نحاول كل جهودنا أن نبذل هذه ومقصارة جهود يعني ما هو الأولويات باختصار؟ الأولويات عندي اللي داخل بغداد هي كلها معروفة لكل الشعب العراقي خاصة جمهور بغداد الخدمات الخدمات ضعيفة الشباب عاطلين على العمل يحتاجون ضمان اجتماعي الصحة متردية بشكل هذه للقاصي والدانية كلها يعرفونها الصحة يعني مستوى الطموح فنحتاج أن نقدم إذا إن شاء الله وصلنا لهذا المكان إن شاء الله نقدم كل الجهود في سبيل أرضاء هذه الشريحة من المجتمع فإن شاء الله أبشر خير إحنا أبشر يا إراق هذا من الناس اللي آني ساعدت بالاسم وطرحته وإن شاء الله هو أخذ مجاله بأنه إبشر يا إراق إن شاء الله ولدك جايينك والناس ولد الحمايل الطيبة تقوم بواجبها حسب ما يرتضيه الضمير كل إنسان كل إنسان إذا ما يشتغل في ضمير ويجد بعمله وأن يكون عنده نكران الذات اتجاه شعبه أنا أقول هذا ما ينجح بس اللي عنده كل هذه الأولويات اللي داخله إن شاء الله عن طريق عمله وأكثر الناس تعرف هذا الشخص اللي موجود إن شاء الله قاعدة كبيرة خليني أنتقل أيضا أكيد نرجع لك الله يخلي تشارك فقرات البرنامج أستاذ حسن معرفة إذا الأولويات تشترك مع أستاذ عبد النجي بالنسبة لبرنامجكم الانتخابي أم لا أعيك مرة ثانية وأحييي غيوفك الأكارم الشيخ عبد النجي والدكتور عحيم الله يخلني وكل المشاهدين الأكارم اللي يتابعوننا عبر الشاشة بداية لا بد لي أن أقدم نفسي المرشح حسن عيالي ذياد طبعا إعلامي أعمل في شركة الإعلام العراقي وضمن تحالف نبني رقم القائمة 195 تسلسل 31 وطبعا البرنامج الانتخابي لتحالف نبني لا يختلف كثيرا عن الكيانات ولمن يتصدى لهذه المهمة مهمة شغل مجلس محافظة عضوية مجلس محافظة بغداد تكاد تكون كل البرامج فيها مشتركات كثيرة نحن في تحالف نبني لدينا ثمان محاور أساسية تتعلق بالصحة والتعليم والمرأة ودول الهمم وأيضا وزارة الشباب والرياضة والتقاعد طبعا هذه المحاور والملفات الضغطة اللي يعاني منها إن كان الشارع البغدادي أو الشارع العراقي بشكل عام ولابد لنا يعني مع هذه الفرصة إن شاء الله التي ستتاح للجميع في التصدي للمسؤولية أن تحمل أعباء هذا المجتمع المجتمع البغدادي الكثير من الإرهاصات الكثير من المشاكل اللي يعاني منها المواطن إن كان على مستوى العاصمة أو على مستوى البلاد بشكل عام فانتخابات مجلس مجالس المحافظات وهي حق دستوري كفى له الدستور لابد يعني للجميع أن يتهيب وأن يتحضر وأن يتطلع لأن يبني البلاد بشكل جديد يتناسب ويتناغم مع المرحلة الراهنة اللي مر بها بلادنا بعد مرحلة الدكتاتورية حتى لا نصير الدكتاتورية بالوقت خلينا نفسح المجال لدكتور علي أيضا أولا أن تعرفنا بركائز برنامجكم الانتخابي تحية لك ستة فاضلة وتحية لضيوف الكرام وتحية للمشاهدين وتحية لقناة الكريمة في البدء أحب أن أعرف عن نفسي محامي الدكتور علي مجيد اللي هيبي مرشح على مجلس محافظة طرداد في قائمة الأساس العراقي رقم قائمة 150 تسلسل الرابع وحاصل على أشياء تين الدكتوراه في القانون الجناعي ودكتوراه في القانون الدستوري قد يكون برنامجنا الانتخابي يختلف عن زملائي لكون نحن مختصين في القانون ستة فاضلة هناك قانون على وهو قانون لاستثمار لو عدل هذا القانون لا تغيرت 75% من مشاكل الشعب العراقي هذا القانون الاستثمار بني على خمس فقرات أساسية ألا وهي يجب أن يكون الاستثمار من قبل شركات أجنبية كما هو معمول ونحن شفنا الاستثمار الحقيقي هو فقط في مشروع بسمائي لكون أنه بعد ما تحصل إجازة الاستثمار تحال القطعة أو الأرض إلى الشركة بنسبة 10% من قيمتها الأساسية لو ضربنا مثل بوابة بغداد المجمع السكن أنشأ في سنتر بغداد المتر الواحد حال من دار تجهيل الأقار المنصور 200 ألف دينار وبنية شرية على 16 طابق يعني لو تقسمين 16 على 200 يقطع هذا ما يسمى بنظام المساطحة هو بمساطح هو استثمار استثمار يختلف على المساطح الاستثمار هذه الأرض عادة لهذا المساطح ستذهب 50 سنة أو 25 سنة وثم ترجع الأرض عادة إلى الدولة طيب هذا هو فراغ تشريعي وحقيقة مخالفة للقانون وبالتالي هذا القانون القانون الاستثمار هو أصلا مخالف للدستور لكون الدستور هو حامل الحقوق والحريات سابقا كانت الأرض تعطى الموظف ومن ثم يأخذ عليها سلفة من مصرف العقاري وخلص أنه هذه باسمه هذه هذه الشركات ألا وهي 100% غسيل أموال صارت وهذا سبب الثقل العراقي وسبب سوء الاقتصاد العراقي وسبب عدد تدهور السيطرة عن العملة الصعبة لأن هذا المفروض يعني كان من يحال على الشركة هذه الشركة أول شيء يجب أن تكون لجنبية الثانية تشغل أيهاد العاملة العراقي هم إذن يعني لنفهم من كلامك دكتور علي أن أولوياتكم هي ملف قانون الاستثمار وربما هنا ملفات تتشابه لكن بصيغة أخرى وبما أن جميعكم مرشحين عن محافظة آداد لدينا تقرير أول أن تطلعون عليك وفي إحصائيات موضوع وفوق أساس علمية إحصائيات موسيقى 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 احصائيات اشتركوا في القناة ازمة البطالة ازمة الصحة والبيئة وما الى ذلك لكن الان عندنا فقرات تتعلق باجابة بدقيقتين لكل مرشح حتى نكون متساوين في الوقت وبشكل عادل وابدأ سؤالي الى جميعكم طبعا فيما يتعلق بالشعارات والحملات الانتخابية وعود وشعارات تعطى استاذ عبد النجم شنو الشيء المغاير اللي طرحته ببرنامجك الانتخابي حتى يكون مقنع للناخب بالنسبة لي تربوي مدير مدرسة بصراحة وفي حال تماس مع التعليم تربية والتعليم هناك معرقلات طرحتها بصراحة لتحسين العملية التربوية والمساوئ اللي دايش سير بيها العملية التربوية طرحته هواي امو في سبيل تحسينها منها البناء المدارس الجديدة فك الاختناق اللي بالمدرسة حني اكون مدارسة بيها تقريبا مزدوجة ثلاثة دوامات بيها صباحا مساعا كذا فحاولنا بانه انمصت صوتنا بانه يا با ترى المدارس اللي موجودة بناءها قديم بناءها متردي العملية هذي اختص بالبناء المدارس لانه المدارس مكتظة بالطلاب الصف تقريبا بيه خمسة وسبعين او ثمانين طالب فا اكثر المؤمن قلت لهم يا با انا بالنسبة عندي كمدارس او عرض زراعية فق الاختناق بالمدرسة اللي بيها ثلاثة طعش صف او اربعة عشر بني مدارس جديدة ومساحة بسبيل صير الطالب الصف يأخذ لها خمسة وعشرين او ثلاثين طالب لانه العملية التربوية الناجحة قلة الطلاب اللي داخل الصفوف ولوصول العملية بشكل صحيح فصراحة يعني نادينا اكثر الامور ما صارت وما هذي ما جدت بالشكل المضبوط اللي احدى الريده مهارف استاذ حسن السؤال يتعلق بادارتك للحملة الادخابية شلون تغير فكرة المواطن المخبط في ان يتجه لصنادق الاقتراع على الاقل ولقائمتك او لرقمك بالترشيح يعني بدأي بزعيني حطفا على ما اتحدث بيه الدكتور علي هذا راح امنحك دقيقة نهاية البرنامج اتعقب علي راح اخذ نصد دقيقة ويعني اخذ من وقتي طبعا انا اتحدثت عن المحاور الاساسية لتحالف نبني ما دخلت بالاهداف يعني واحدة من ضمن الاهداف الفقرة خامسا توسيع قاعدة الاستثمار ومراجعة جدواها طبعا في العاصمة بغداد وايضا في المحاقبات وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدخول الى هذا المجال ويعني هناك مشروع واعد لان يكون في كل محافظة اكثر من 500 مشروع ضمن هذا الاطار بالنسبة الى كيف يمكن ان نقنع الناخب بعد ازمة التقل كبيرة اللي حقيقة الان اصبحت هي السائدة في الشارع البغدادي وايضا حتى في المحافظات بشأن يعني عدم جد والانتخابات في يعني احراس تقدم ان كان على مستوى العملية السياسية وحتى على مستوى الخدمات والحقيقة انا من واقع مزري يعني انا من شرق القناة يعني اعبر عن هموم ناسي وجمهوري اللي يعانون ما يعانون حتى اصبحت هذه المناطق في شرق القناة اليوم مكبل النفايات يعني نحن اليوم نغبط كثيرا مناطق الكرث للاهتمام لزرع الورود لتبليط الشوارع الخدمات وان كانت ليست بالمستوى لكن مع ذلك حقيقة نغبطهم ونشعر بفرح وسعادة ونتمنى ان يكون هذا الحال يشمل جميع مناطق العاصمة بغداد بل يشمل حتى الاطراف ويشمل المحافظات اليوم هناك يعني حقيقة سياسة غير عادلة عانينا منها خلال اكثر من اربعين عاما في ظل نظام دكتاتوري شمولي ونعاني اليوم في ظل هذا الحكم اللي يحسب على الكثير من ابناء الشعب العراقي وعلى غالبية يعني الناس المقهورة واللي عانت ما عانت لكنها لم تلمس اي شيء ايجابيا يدخل في صميم الخدمات او حتى الواقع الصحي المزري اللي تعاني منه هذه المناطق في شرق القناة خلصة الدقيقتين نعم نعم الهم كبير حقيقة ومجبعيك بالكلام ايضا في القلب غصر نعم الدقيقتين اليك دكتور علي فيما يتعلق بإدارتك للحملة الانتخابية وشنو اللي تقدم اليوم لمحاولة الاقناع ولو انتو اهل القانون اهل الاقناع اكيد الناخب اليوم مل من الوعود الكاذبة فيريش شيء على ارض الواقع واحنا كمرشحين من الصعب تأمليه او تحقيقين شيء على ارض الواقع لكون يعني حقيقة نحن يعني اذا في تحالف الاساس تحالف الاساس هو يعني خلينا نقول من التحالفات الجديدة اللي ظهرت على هذه الساحة والتحالف مدني وبالتالي انه فقط ندخل لجمهورنا من بابنا القانون يعني نحن نوعد وجادئين في هذا لكون انه من مهام عضو مجلس المحاضبة هو تشريعي التنفيذي فنحن نشد على التشريع هناك فراغ تشريعي عظيم في كافة القوانين فيما يخص نحن جميع اللي ذكرتها حاليا من مشاكل في بغداد في الصب في قانون الاستثمار اللي تلمت علي هذا القانون لو عدل الطريقة القانونية الصحيحة لثق ثق أكثر من خمسة وسبعين من هموم أهل بغداد راح تحل كل مشاكلهم وهذا حاليا يجب أن يحاسب لكون هذه المشارع أعلن حالتها لفراء بلا سبب وهذه مخالفة قانونية إذن يعني بعدنا بملف الدقيقتين لكن ننتقل إلى ملف ثاني يمكن يقترب من اللي ذكرتها دكتور علي وسؤال أيضا بداية إلك حتى يكون هناك راتبية صحيحة بإدارة الحوار بياناتكم هو موضوعة العشوائيات وزارة التخطيط أعلنت تقريبا أربع ملايين عشوائية موجودة داخل بغداد معرف إذا كانت أولوية ضمن برنامجكم أكيد نحن كل مشروع وكل هدف حتى يكون صحيح يجب أن يكون هناك تخطيط وحسن إدارة لكن بسبب الظروف اللي مرت بها بغداد كانت هناك أشوائيات هذه العشوائيات يجب أن تعالج لكن تعالى بطرق إنسانية وقانونية الإنسانية يجب أن يخصص لكل متجاوز أو عشوائي في الوقت الحاضر وحده سكنين لكي يؤمن أو يؤمن إواءهم هو عائته هذا من باب الباب الثاني والأولى أنه يجب أن ذارجعنا للدستور العراقي هو الحق لكل مواطن حق التملك وحق العيش وحق العمل هذه أرجع وأقول لك هذه كلها راح نجيها في قانون استثمار العراقي إذن أستاذ حسن ملف العشوائيات ضمن أولوياتكم لو لا بدقيقتين نعم أكيد ضمن المحاور المحاور التي تم تبنيها من قبل تحالف نبني وأيضا ضمن الأهداف المرسومة لهذه المحاور الاهتمام بهذا النوع الآن من نوع السكن الذي أصبح طاغي في العاصمة بغداد كما يسمى بالتجاوز أو العشوائيات لابد من الحكومة أن حقيقة تجد برنامجا واعدا لمعالجة هذا الأمر طبعا هناك الكثير من البلدان عانت من نفس أو من ذات المشكلة لكنها كانت هناك لديها إرادة في تجاوز هذه المشاكل من خلال بناء السكن العمودي وأعطاء حق المواطن في العيش الرغيب من خلال توفير لوحدة سكنية وتوفير كامل الخدمات اللي طبعا هذه العشوائيات اللي حضرتك تسميتها تفتقد إلى الكثير من المظاهر الحيش الحديث وتفتقر أيضا إلى أدنى قدر من توفر الخدمات بالنسبة لهذه العوائل اللي تسكن ضمن هذه الأحياء فلابد للدولة هذا مشروع دولة كبير قد يدخل في جانبه الاستثمار من خلال إعطاء فرص كبيرة لأن تبنى وحدها السكنية كما صار في منطقة أو مدينة بسماية ويمكن أن تعطى لهذه الشريحة من المواطنين حصص من هذه المناطق أو المدن السكنية وبالتالي نحلحل هذه الأزمة لأن نعالجها بطريقة التقيع بأن نهجر أهالي هذه المساكن وبالتالي نضيف مشكلة أخرى قد يعني تصدر عنها الكثير من الأرهاصات الاجتماعية إذن الانتقال إليك أستاذ عبدالنجم فيما يتعلق بموضوع العشوائيات وبدقيقتين شنو اللي حتقدموه من الأساسيات اللي ترشحت عليها آني بصراحة لأنه من المحافظة والعشوائيات هي موجودة بس بس أكو دوبات حل حلها ترقيعية تصير بالنسبة لهؤلاء بصراحة أكو أراضي واسعة وملكها هؤلاء الموجودين داخل العشوائيات وأبني لهم أبنية قليلة التكلفة وأويهم لأنه هؤلاء من البلد ومن المحافظة وهم عراقيين المفروض كل السعي والجهود اللي تنبذل بحيث ما يوجد عراقي محتاج إلى بيت بصراحة هذه العمارات الشاهقة وهذه الاستثمارات اللي واسعة اللي موجودة بالبلد أنا ألاحظها يعني هي بصراحة شلون الضغط على العامود الفقري على الإنسان العراقي طيب سعرها غالي ما أحد يقدر يشتريها 200 مليون 250 مليون ما كان ما أبني هذا الاستثمار الواسع أكو أراضي واسعة حسا نطلع على الرضوانية على اليوسفية على مناطق أبو غريب مناطق الراشدية أكو مناطق واسعة ما أخلي العراقي بصراحة بإذلال وتدخل نوباتة أبسط بيت من هذه البيوت العشوائية والله يعني ما تصلح للسكن للكرم السامع للحيوانات فلذلك هذا كرامته من كرامة العراقي وكرامته من كرامة المسؤول ولابد أن تكون هناك بين المحافظة وبين الحكومة المحافظة الحكومة المحلية والحكومة الرئيسية هي رئاسة الوزراء أن تكون هناك حلول غير ترقيعية حلول بحيث تنطي الشعب العراقي وتنطي الفرد العراقي كرامته واعتزازه بنفسه ونحن كلنا ولد بلد ولازم ولابد أن يكون بأنه هناك عمل على هؤلاء الناس وأكو ملفات نحن أدنى بيها الصحة والمناف فأنا أرجو أنتونا أوسع في سبيلنا لا نتحدث بالمواضيع اللي موجودة يمكم نحن نوسع نحن نريد جاية للهذه الاشتراك سألتنا بنية أستاذ عبد المجمع بناء على أولويات الشارع البغدادي بناء على ما موجود بالتقرير اللي عرضناها لحضراتكم وسؤالي الأخير بفقرة العدات حتى تكون مطمئن نعم هو موضوع ملف التربية والتعليم وأيضا كان ضمن الأولويات اللي عرضت والهداية منك دكتور علي والله سنتظر هذا ملف من أولوياتنا التحالف ولكون اللي جاي يمر بحقيقة ملف التربوي واللي نشوفه فيه المحافظات ملف مزري يعني احنا ما شفنا لحد الآن أي مدرسة شهدة جديدة في كل مناطقنا إلا باستثناءات وبالتالي هاي المدارس يعني عمرها أكثر من ستين سنة وهذا التكاثر السكاني الموجود وطبيت مدارس يعني يعني ظلها بقاعدين على الأرض وصارت ثلاثة دوام المزدوج يعني ثلاث دوامات مو دوام مزدوج يعني هذا ومنهم بنتي يعني تطلع بسبب سبعة ونوص ينتي دوامها بالدعش من الدعش للوحدة ونوص من الوحدة ونوص للأرب يعني هذا وبالتالي هذا يعني مو صحيح نهايين صارت مشاريع ممكن شفناها مشاريع هالي ستركتشار اللي بينات مساحات وتوقفت كلها وكانت مشاريع فاسدة وللأسف يعني إحنا بحاجة بهش مشاريع بس مشاريع مشاريع حقيقية وليس هالمشاريع الوهمية فكان من المفترض أنه تنفتح هذه الملفات وهي ملفات فساد وبالتالي أثرت على أبنانه وأثرت على التربية وأثرت أيضا حتى على الكادر التدريسي طيب إذن أنت قال لك أستاذ حسن بنفس الملف بدقيقتين شنو تطويركم لملف التربية والتعليم يعني أنا أجول في خاطري موضوعة مهمة أنه هذه الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لحد الآن شنو منجزة للناس بحيث اليوم نحن نتحدث عن سوء الخدمات الصحية وسوء الخدمات اللي تتعلق بالصرف الصحي والتبليغ والمدارس والمستشفيات وكأنه يعني نترك أزمة ثم ندخل في أزمة جديدة أنا أعتقد المشاكل والتركة الثقيلة اليوم على أي مسؤول أو متصدي لمهمة عامة سيعاني كثيرا لأجل إصلاح هذه المشاكل الكبيرة والمنظومة المعطوبة التي تمر بالبلاد من هذه اللي ما تحددتي عنها الآن وطرحتي فيما يتعلق بالمدارس هل يعقل يعني مثلاً في العاصمة بغداد والحكومات المتعاقبة ملكت ما ملكت من الأموال والثروات وأيضاً لدينا موارد بشرية كبيرة نعجز عن توفير مدرسة تليق بالطفل العراقي أو الأبنائنا اللي اليوم يجلسون يفترشون الأرض لأجل أن يتعلمون على إباء الكتابة أو أنه اليوم أنا واحدة يعني من الطالبات ابنتي في المدرسة تعجز المدرسة عن توفير المناهج الدراسية أروح أشتريها من الأسواق وأشتريها من المكتبات يعني أمر حقيقة يعني الإنسان العراقي البغدادي سمه ما شئت يعني يشعر بالألم يشعر حقيقة بالمرارة وهو يستعرض كم هذه المشاكل يعني اليوم مثلاً ما الذي يتطلب من عضو مجلس محافظة بغداد لكي يربع من وطيرة العمل وينجز ما ينجز من هذه الملفات العالقة يحتاج إلى صلاحيات كبيرة يحتاج إلى تشريع قوانين يحتاج إلى يعني يبقى عمالنا عاجزاً إذا ما بقي الحال على ذاته على ذات المنوال أن ندخل إلى مجلس المحافظة وأن نجد ذات المعرقلات أو نجد ذات العواقل التي تمنعنا من أن نقدم خدمة لأبنائنا ونقدم خدمة لهنا وناسنا وجمهورنا أنا أعتقد المسألة يسرقنا الوسط تحتاج أن يطورون من صلاحيات عضو مجلس المحافظة لكي ينهض بواجباته كعكومة محلية ترتقي لمهام عملها اتجاه هذه الملفات العالقة أستاذ عبد الحسن أنت أشارت تأقيباً على كلمة لك التقيقية أنت أشارت للموضوع فيما يجعلك نعم فحنتك دقيقة بالأخير تعقب على من تشاء فخلينا نستوفي ملف التربية والتعليم السؤال إليك وأنت مهتم بشكل مخصوص خلال ترشيحك لهذا الملف فشنو خطتكم لتطوير أو لإنقاذ منظومة ملف التربية والتعليم أنا نص دقيقة باستعقبها المدارس اللي صارت هسه بالأرياض والمدن كلها أكثرها مخصص لها أكثرها المدارس مخصص لها بأنه تنبني بشكل صحيح بس من الشخص إلى آخر إلى أن توصل المقاول أكو اختلافات كلش إحنا ما ربنا يقول يقول إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى وحظك منفور وعرضك صين لسانك لا تذكر بها عورة إمرين فكلك عورات وللناس علسنوا وعينك إن أبدت إليك معايب وانفصنها وقل يا عين للناس عينوا وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن باللتي يحسنوا الحقيقة تحز بالخاطر بصراحة يعني مدارسنا إحنا أسسنا مدرستنا سموها البهيانية جدي البهيان من الأربعة وخمسين علمت ما علمت وأنتجت مدارس طلعت عندها مدارس تقريباً ستة أو خمسة فإلها فضل على كل المنطقة لحد الآن إحنا تمويل ذاتي بصراحة لحد الآن هي البناء نفسها ما تغير فيه راجعنا وكل الآن تجي مقاولات بالطريقة تروح بغير مكان تروح بس يجب علينا أن نحد ونصحح المسار صراحة يجب أن نأكد بأنه إحنا اللي جايين مع احترامي وإجلادي الشخصيات الطيبة لابد أن نجعل بصمة بهذه المحافظة ونجعل محافظة بغداد من المحافظات اللي تعتز بها واللي صراح نبني من كل الأمور من خدمات من تربية من تعليم من صحة هذي اللي جاي منك واللي يريد يشتغل ليخلي يفكر بأنه باشر يخلي بجيبه وينسى هاي الناس أنت ابن حمولة أنت ابن بلد أنت كذا لابد تقوم بواجبك حسب اللي الله يرضيه فإن شاء الله أبشره خير وهذه حقيقة يعني بداخلنا نخرجها لأنه يقول لك الكلام إذا طلع خرج من القلب يوصل للقلب وإحنا أبناء هذا البلد ونعتز به وما نضيع اعترابك يا عراق إن شاء الله إحنا ودي العراق إذن خلي خلصكم من فقرة الدقيق سين وزاحمناكم بالوقت لكن قدنا فقرة صورة وتعليق وهو أول صورة أمامكم ما عرف قراءتكم إلها هذا مصدر مع العمال أموه يعني هو واضح أنه مصدر أو غير مصدر لكن هو ملف الشباب سؤال إلك دكتور عليم نعم لكم أولوية ملف الشباب أن أولوياتنا هو ملف الشباب لكن إحنا حتى نعالج يعني بصورة صحيحة إحنا اليوم الموازنة أكثر من ثلاثين موازنة هي دا تروح للرواتب حتى نخلص من هذا الموضوع وبالتالي اليوم ماكو دولة يعني 75 و 180 موازنة هي رواتب نجي على القطاع الصناعي وقطاع الزراعي وقطاع التجاري نشوف هذه القطاعات كلها مهملة من الدولة يعني كان من الأولى والأجدر أنه أسوأ الاحتمالات تعرض هذه المشاريع لإستثمار ولكن إحنا أكثر من 500 أو أكثر مصنع هو وأقف صار لعشرين سنة كان من الأولى أنه وزارة الصناعة تعرض هذه المشاريع إلى الاستثمار خلي يكون قطاع مشترك إحنا من تاريخ الخلفين من ثلاثة ولحد الآن من تغير النظام الاشتراكي سابقا كان نظام اشتراكي وصار نظام رئيس مالي وجانا قانون برايمار المظلم حقيقة وأنشئ قانون الاستثمار 2006 وقانون كل عيوب فخلي نصحح السحن حسنا صار عشرين سنة وكأننا نحكم على شبابنا وعلينا بالمؤبد طبعا هذا السبب مين؟ مو بالمرشح لا سبب الناخل سوء اختيار الناخل صار عشرين سنة هو يختار نفس الوجوه ونفس الأحزاب ونفس الهاتف يا أخي غير يعني كافي صار عشرين سنة أنت اليوم وإذا تشوف السيء يرجع عليك طيب نحن آني رأيي أقول إذا ما العراق الحكومة تنتجه نحو الاستثمار وقطاعات مختلطة ومشتركة تكون الأولوية الإدارة والمركزية بيد الدولة وتسعة واربعين بيد المستثمر حتى دول الشباب يأخذون فرصة عمل إذن خلي نشوف استعد حسن شنو خطة تطوير ملف الشباب أو احتوائهم على أقل والله أنت تنكئين الجروح حقيقة يعني بطرحي أنا جبت من الواقع أكيد 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 يعني أكثر فئة عانت ما عانت وتعرضت إلى الكثير من المشاكل والآفات الاجتماعية هي فئة الشباب يعني بدءا من التجهيل المتعمد الذي أصابهم بعدم إكمال دراساتهم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بهم تمر بالعائلة العراقية ومن ثم ذهابهم إلى الشارع وعدم وجود ما يجعلهم أو يجعل طاقاتهم ومواهبهم تتنفس بشكل صحيح أصبحوا أصبح ملاذاتهم الآمنة هي الأماكن التي تستشري فيها الكثير من المظاهر والآفات الاجتماعية اليوم انتشار المخدرات انتشار المشروبات الكحولية حتى في الشوارع العاصمة وأنا ذكرتها قبل يومين بأحد اللقاءات التلفزيونية حتى في ذلك النظام البائد كان في الحانات يمنعون دخول الشاب الذي لم يصل إلى عمر البلوك أو أقل أو أكثر من ثمانية عشر عاماً اليوم المسكرات والكحول يرتادوها أو يتناولونها هؤلاء النشء وهؤلاء الشباب والفتية في الشوارع تحت أنظار رجال القانون تحت أنظار رجال الشرطة مشاكل كثيرة يعاني منها الفتيان والشباب حقيقة بحاجة إلى مشروع كبير من قبل الدولة أن تنهب بواجباتها واستحقاقاتها أمام هؤلاء لأن هؤلاء هم عماد المستقبل عماد المجتمع اللي من خلاله ينبني المجتمع بشكل صحيح توفير بيئة صالحة بيئة صحية توفير منتديات شباب رياضة ساحات اليوم حتى الساحات اللي أتحدث يمكن أن تكون ساحات خضراء غناء يمارس فيها الفتى والشاب مهاراته ومواهبه قلت لك أنا أتحدث عن بيئتي أتحدث عن واقعي في شرق القناة متحول إلى مكبل النفايات ما يلقي مكاني يمارس بيه هوايته أو حتى يعبر بيه عن طاقته بالتالي يلجأ إلى الكثير من المظاهر اللي تفتك بشبابه وتفتك بعائلته وتفتك بيه تفتك بيه أذن بحاجة لمشروع دولة ونهضة دولة سؤال إليك ذاتا أستاذ عبد المجر أكثر الشباب اللي موجودة هسا قدامي وأنا التقيت بالشباب عدم المصداقية من المرشحين مع الشباب صببت لهم صدمة من كل الأمور بصراحة وجفاء الانتخابات يدور الحديث يقولون احنا بالنسبة أن أول ما يبدونا مرشحين يجيبونا دورات طوبة وكرة قدم وشغلات وكذا ويواعدونا وبالأخير كل شي مالك ويختارونا اثنين ثلاثة من أدنى وبالضل أكثر هاي المجتمع فإحنا إن شاء الله نوعودهم خير وإحنا هم أبنائنا وأكثر الذول اللي موجودين هسا اللي قاعدين يردوهم أبسط فرصة عمل وإن شاء الله المعامل الموجودة لازم تعاد تشغيلها مصانع بناء فرشاة صغيرة لإستيعاب هذه الأعداد اللي موجودة وأكثر اهتمامي بالتربية والشباب إن شاء الله إن شاء الله إذا الله أراد وصعدنا وصلنا إذا مكان اللي نقدر نقدم به أبسط خدمة هذول هم اللي يحتاجون وهم إحنا مسؤولين أمام الله خلينا نشوف الصورة الثانية وتعليقكم على هذه الصورة إذا هذا تتعلق بملف الصناعة وأنت ذكرت أن الصناعة هي جزء من حال مشكلة الشباب مهمة للصناعة مهمة أكثر المصانع والمعامل اللي موجودة ببغداد وفي جامع المحافظات أكثرها انسدت وانغلقت ما بيها إنتاجية بصراحة وإحنا في تماسل وأكثر الناس تشتكي ومن اللي موجودين أنا هسا اللي أنا عندي أرض زراعية وتدري إحنا في منطقة الريف بحيرات مالأسماك مهم معتاشين عليها وأكثر يعني أكثر فئات المجتمع اللي موجودة هي معتاشة على البحيرات مالأسماك اندثرت وردموها للدولة وانقضت عليها وأكثرها ثقب الله اللي كان يشتغلها السقاعة كوشموك الحال لهذا الحال الحال النظر بعين العطر والأبوة على هؤلاء وتوسيع مشاريع وبناء مشاريع جديدة في سبيل استعاب هؤلاء اللي موجودين لا يمتلكون لأنه الأخ أستاذ حسن الأخ عزيز إذن شكرا لكرمك لكن يعني الحل بفتح هذه المشاريع كمجلس محافظة شون رح تتعامل مع هكذا ملف كبير ومهمل من 20 سنة أنا ما داخل بالسياسة قبل خلي أحكيها بصراحة نعم ولا خايض هيش معترك خايض معترك الانتخابات وشنة من الأوائل اللي موجودين بس حقي راح بصراحة بس أنا هسا من جاي عندي عايش مجتمع يعني في تماس 24 ساعة إذا مو متربوي الشيخ عشيرة وهذه أكثر الفصولات وأكثر القعدات أكثرها تعاني الشباب قاعدة ومجمد وأكثرها تتزوج معدها بصراحة يعني لا مكان عنده ولا مادة عنده في سبيل يكمن نصدينه يعني فالشي مزعج ومريب بصراحة ندعو من الله أن يوفقنا ونوصل إلى حلول إن شاء الله مترقيعية حلول ناضجة وإن شاء الله تجتمر الحماس ومان في سبيل نقعد على الكرسي ونتغير الأمور نحن أبناء عم حمائل جاينا بطريق الخير إن شاء الله أستاذ حسن شلو حلول ملق الصناع يعني هذا أنا أعتقد أكبر من أن تتعاطى مع مجلس محافظات بغداد حتى مجلس محافظات أنا أقصد يعني هذا المشروع مشروع حكومي كبير لأنه يتعلق بالدخل القومي ويتعلق بالاستثمار ويتعلق بفتح فرص العمل أمام الشباب وإنهاء حالة البطالة اليوم التي تعم وتسود المجتمع العراقي يعني من خلال إعادة فتح هذه المصانع والمعامل التي كنا حتى وقت قريب ننتج الكثير يعني من المواد والعراقي كان يشعر بالفخر عندما يقتني حاجة مكتوب عليها صنعة العراق اليوم كما كنا نرد سابقاً من الأبرى إلى الطائرة وإلى اليوم كلنا نستوردها ما عاد شيء اليوم نشعر بالفخر بأنه عراقي ومن أياد عراقية يعني حتى السكان الشاي اليوم نستوردها من الصين ومن إيران ومن تركيا ومن سائر البلدان كانت وقت قريب يعني معاملنا عامرة وتنتج الكثير المكائن والمهدات الثقيلة والسيارات فأقول بأنه هذا يعني ليس مشروعاً يمكن أن يركن إلى مجلس محافظة بغداد هذا مشروع حكومي كبير بإعادة المصانع والمحامل وهو خلطة كبيرة يدخل فيها باب الاستثمار ويدخل فيها باب التنمية ويدخل فيها باب أيضاً خلينا نشوف دكتور علي إذا يشوف أنه مجلس محافظة سيكون بعيداً عن ملف الصناعة أو جزء من الحل؟ مثل ما تفضل أخي وزميلي هذا الملف هو أكبر من ملف مجلس محافظة لكن شنو الضير أنه هذه الملفات لو أعلنت على الاستثمار نحن لدينا مشاريع ناجحة بالاستثمار مثل فندق باب التنمية كان فندق خربة أجم الاستثمار أخذها نسبة تسعة واربعين بالمئة وواحد وخمسين بالمئة للحكومة وصار خمس نجوم وصار معلم جميل جداً سياحي وكذلك جزيرة بغداد السياحية بعدما كانت خربة أجم الاستثمار أخذها وهذا ما إن شاء الله يعني رقم واحد في بغداد شنو الجدوى بالنسبة فندق بابل إذا فندق بابل ما بشغل العراقين بشغل كلهم لا لا وهذا مستوردين لا لا أستاذ دعونا نبقى بملك الصناعة سؤالتنا بموضوع استثمار الطاقات الشروط هي تشغيل العادي العاملة فقط العاملة العراقية العراقية طبعاً أكثرها 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 عاملة أجنبية هذه المشكلة يمكن نحتاج لها لحلقات طويلة ونعاتب وزاعة العمل وما سواء لا 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 ما ممكن سيتمثل مشاريع أملاقة عن الشغل أجنب نعم أبن البلد وين يروف وكذلك هو هذا الحل الوحيد لتشغيل لاياد العامل للشغل طيب أدي دقيقة أخيرة طبعاً تمنح كل دقيقة لشخصكم الكريم وهذه الدقيقة لكم الحق التعقيب على ما دار بالحلقة أو توجيه رسائل لجمهوركم والتوجه للكاميرا دكتور علي البداية من حضرتك أنا أوجه رسالة إلى الجمهوري أقول إحنا صار عشرين سنة بالضبط ننتخب وتروح هنا صناديل الإختراع ونفس الحكومات ما تغير شيء شو اللي لمستوه مضغير إذن عشرين سنة وكأنه حكم على الشعب العراقي بالمؤبد وسبب الحكوم هو أنتم المفروض نسوي ثورة ثورة سياسية وتطلع الكل للصنادي تطلعون تغيير لا تنتخب نفس الوجوه تنتخب وجه جديد وأنت صاحب القرار إذن الدقيقة الثانية أتمنح لك أستاذ حسن يعني أنا أقول لكل أهنى في بغداد بأن صوتك أمانة ولابد لنا يعني أن تكون لدينا إرادة قوية صلبة للتغيير لأنه حقيقة ما نزال يعني بعد مرور أكثر من حقرين من الزمن بعد تغيير النظام ونحن نخوض في مربع واحد لا نستطيع الخروج من بالتالي مسؤولية الجميع نتكاتف ونتعاون وأن نجد من يمثلنا التمثيل الحقيقي إن كان في مجلس محافظة بغداد أو في كل الانتخابات التشريعية وأن يكون هذا الصوت أو يكون هذا الرأي اللي تضعه في صندوق الاقتراع رأي ناضج ينوم عن وعي كامل في الاختيار بالتالي نضخ دماء جديدة إلى مجالس المحافظات يكونون قادرين على الإفاء بكافة العهود والوعود والالتزامات إذن آخر دقيقة لكم أستاذ عبدالجي نتأمل خير للشعب العراقي وخاصة المحافظة بغداد والشباب الخير الطيبة أن يوفون بالعهود اللي قطعوها أمام المرشحين الناس الأصلاء وليس الفاسد اللي عاش أكثر من تقريبا هذه المحافظة الاتخابات وحدة من 13 لحد الآن بصراحة أكو ناس تصعدت لا تصعدها مرت اللوخ وبعدين تقوم تقول يا بيت تنددم وتقول آني يا ريت الجرى ما صار اختاروا الإنسان المظيف اللي يخدمكم وإن شاء الله أكو ناس خيرة وطيبة جاية من أجل مبدأ إن شاء الله العمل والعمل الصحيح فلا تيأسون أن رحمة الله واسعة إذن شكرا لكم أستاذ عبد النجم أستاذ حسن ودكتور علي كل التوفيق لكم وشرفتونا كما أشكر مشاهدينا وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة